السلام عليكم ورحمة الله أهلا بيكم طريقة حزف حساب التيك توك بشكل نهائي أو تعطيله بشكل مؤقت بحيث تستطيع العودة إليه مرة أخرى هنشوف الطريقتين في الفيديو النهاردة بداية بتفتح التيك توك وأول ما تفتحه بتروح على الملف الشخصي في الأسفل علشان تفتح معاك الصفحة اللي أمامنا بعد كده بنروح لتلت شرطات في الأعلى بعدين بننزل على الاعدادات والخصوصية وهنا بنروح للحساب بعدين بيكون عندك عدد من الاختيارات اللي يهمنا اللي هو الأخير تعطيل الحساب أو حزفه وهنا اختيار تعطيل الحساب وهنا حزف الحساب بشكل دائم تعالوا نتعرف على تعطيل الحساب هنا إذا قمت بتعطيل الحساب لن يرى أحد حسابك والمحتوى الخاص بك بمعنى أنه سيختفي قد تظل المعلومات غير المخزنة في حسابك مثل الرسائل الخاصة مرئية للآخرين يعني لو أنت ترسلت مع أحد سيستمر تيك توك في الاحتفاظ ببياناتك حتى يتمكن من استعادتها عند إعادة تنشيط حسابك يعني بياناتك هتفضل عندي تيك توك لما أنت تعود للحساب مرة تانية يمكنك إعادة تنشيط حسابك واستعادة كل المحتوى في أي وقت باستخدام نفس تفاصيل تسجيل الدخول يعني أول ما تدخل حسابك بتستعيد حسابك فورا يعني الميزة دي كل اللي بتعمله أن هي بتخفي حسابك من على التيك توك وإنت بتظهره مرة تانية وبتعيد تنشيطه لما بتدخل عليه مرة تانية تضغط على تعطيل وبتكمل وكده أنت عطلت حسابك لكن بنعود للخلف خطوة علشان نحذف حسابنا بشكل دائم نحذفه نهائيا نضغط عليها وهنا بتختار أي اختيار من دول تمام نختار مثلا أن الخوف تتعلق بالسلامة والخصوصية وبعدين نضغط على متابعة تمام الآن عندنا تنزيل بيانات تيك توك لو أنت عندك معلومات أو بيانات أو فيديوهات مهمة على الحساب بإمكانك تعمل طلب تنزيل وتنزلها الأول على الهاتف الخاص بيك وبعدين تضغط على متابعة علشان تحزف الحساب عندنا هنا مربع بتضغط عليه علامة صح تمام وبنضغط على متابعة دي آخر خطوة اللي هو سيتم إلغاء تنشيط الحساب لمدة 30 يوم هنا هنحن هنحزف الحساب بشكل دائم ولكن التيك توك بتديلك فرصة 30 يوم لو غيرت رأيك وحابب تدخل لحسابك كده أنت بتلغي الحساب لكن لو مر 30 يوم وانت مدخلتش الحساب معناها أن خلاص يتم حسف الحساب نهائيا طيب خلال 30 يوم حسابك بيكون ظاهر لا حسابك بيكون مختفي وبيكون ماشي في عملية الحزر بعدين تضغط على متابعة وبكده أنت حزفت الحساب نهائيا يارب بيكون الشرح أفادكم